الخرافة دي بتقول لنا ان فيه ناس بيتعاملوا مع عازة الدين كأنهم بيتعاملوا مع الدين على انه ادوات في ايدي الحواء فواحد حاوي وواحد مش فاهم في الدين فيقولك ان الجن مذكور في القرآن والسحر مذكور في القرآن يبقى احنا لازم نسلم بكل الاكاذيب وكل الاساطير اللي بتتحكي اه صحيح السحر مذكور في القرآن ولكن تعالوا نفهم ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجات كتيرة جدا جدا اللي حصل ده حصل لان فيه كيد وفيه فكرة ان شخص بيحاول يأذي شخص ففيه فكرة ان حد بيحاول يأذي شخص فيرسل حالة لهذا الانسان هذه الحالة فعلا قد يكون لها تأثيره لكن هذا التأثير يتجنبه كل احد يعني ايه كل احد اي حد يقول يا رب اي احد يقول يقرأ قلوه الله احد يقرأ المعوزتين هنعمل ايه في قولي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجرة في جماعة فهو في زمة الله السحر بتاع ده يخرق زمة الله هنعمل ايه في ان الشيطان وصف الله سبحانه وتعالى بانه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس انما فكرة بقى ان حد يروح يعمل سحر بالمحبة ومعرفة الطالع وجلب الحبيب ورد المطلقة وحاجات كلها مخالفة لمنعك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح للناس باب طويل يستمر لسنوات انا شفت ناس قعدوا بالاثناشر وبالعشرين سنة في القصة دي مع ان حضرة النبي حذرنا وقال من اتى عرفا فسألوا عن شيء لم تقبل له صلاة اربعون اربعين ليلة او عايز حضرة النبي يقول لنا ايه اوعوا تصدقوا المبالغة او اوعوا تزودوا الخرافة في حياتكم عشان حياتكم تضيع وشوفنا ناس كتيرة اتبهدلت من تحت رأس مواضيع الجن والعفاريت والحسد وتأخير الجواز والخلفة وإيه اللي حصل ودايما لما بيجيلي زوج وزوجة يقول لي مراتي عندها انا معلش حاجة لكيضة لطيفة لازم أقول لكم بيجي يقول لي مراتي معها جن وهو يكون عامل كل مصايب الدنيا والست يعني خلاص الضغوط بقت عليها لغاية ما بقتش مستقرة نفسيا فيقول لي ايه اصل مراتي عندها جن اقول له اه بس الجن ده هو انت انا قصد ايه قصد ان احنا سوء تعاملنا مع الضغوط وسوء تعاملنا مع الاشياء بيلعب في نفسنا خلينا اقول لكم حاجة انتو عارفين ان الاسر النفس اللي بيحصل لنا لما يحصل ده هي تحالف الشيطان مع النفس الامارة بالسوء وده اللي ممكن نجده في قولي تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فيحصل هذا التحالف ويامنا شوفنا ستات جاريت وراء الدجالين عشان خايفة جوزة يتجاوز عليها او خايفة ان يحصل اي حاجة ديها في حياتها الزوجية او خايفة يتأخر جوازها فما تتجاوز فشوفنا رجالة بتجيب دجالين لبيوتهم ويخلوهم يتعاملوا مع زوجاتهم وبناتهم بحجة ان هم بيعالجون بالقرآن وهم مش عارفين النار اللي بيفتحوها على بيوتهم وعلى اعراضهم عشان تحرقها لو كان السحر والحسد هم السبب في تأخير الجواز والخلفة او شيء من هذا القبيل فهل انتوا شايفين يعني ان فيه سبب هيضر الانسان بغير ارادة الله يعني هالجوز متأخر على الجواز المتأخر ده غضب من الله سبحانه وتعالى او غصبا عن ارادة الله سبحانه وتعالى اكيد لا يبقى لازم نفهم ان كل شيء عند ربنا بمقدار ما فيش شيء الا وربنا كتبه علينا فما تروحش لحد يهلك نفسيتك ويهلك قلبك ويعلق هلاقتك بربنا وهو في الاخر لن يضر ولن ينفع هو في الحقيقة عبارة عن شيء موجود في الكون صحيح فيه حقيقة تتعلق بيه بانه هو فيه طاقة صحيح بتأثر لكن تأثيره ده ادفع من اللي يكون ده صاحب الطاقة دي اللي هو الشيطان الله سبحانه وتعالى يخبرك ان كيد الشيطاني كان ضعيف يخبرك انه خناس اول ما يسمع الذكر لا يهرب وذلك اللي حاصل لازم تعرف ان انت تعيش بهذه الحقيقة زي ما في حقيقة فيه سح ان كيد الشيطاني كان ضعيفة ده حقيقة الناس بتقول ان السحر مذكور في القرآن طب ما هو مذكور في القرآن برضو وما هم بضرين به من احد الا باذن الله الناس مش بتحب وصمة المرض النفسي فعلى طول بيقولوا ده ملبوس او ده عليه جن والله سبحانه وتعالى ما انزل داء الا وانزل له دواء كمان لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتاني مستمع الموقات ومنها السحر مش بس اللي بيمرسوه انما كمان اللي بيتوهمه ويروحوا يبلغوا لغاية محايتهم كلها تبقى تحت تأثير السحر عشان محدش يقول اي حاجة احنا بنقول ان السحر موجود ولكنه بتعبيري انا تافه تافه ليه لان اي حد يمكن ان يواجهه يواجه ايه يواجه تأثيره السلبي طب اللي حصل حولنا ده كله ايه من القصص والدوية على الودان اللي بيستمر لغاية ما الناس تصدق الاكاذيب فده اللي حصل قصص وخرافات وحكايات يجي مثلا يقول لي ده لقوا واحد بقاله خمسة عشرين سنة مريض عشان معموله حاجة ومحطوطة في القبر طب وفين قدر الله سبحانه وتعالى مش ممكن يكون ده الاختبار بتاعنا اللي ربنا بيختبرنا به عن يكون وثقين من قدرة الله وان محدش يقدر يتصرف في ملكه فلا يكون في ملكه الا ما اراد